السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 12 عيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية صباح يوم الغد يعني لغاية الساعة 5 و 18 دقيقة صباحا من صباح لأربعاء لا ينتقل للعذراء يعني في اليوم خلو مسار ورح يستمر ليوم الغد القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة الآن موعد بث الحلقة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 156 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثباث أيضا بالنسبة للقمر موجود في برج الأسد فعشان هيك جميع الأبراج اليوم بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوي هي زاوي التربية سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوي رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وخمس دقائق عصرا بتوقيت جرينيج ابتقلق لغدين شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجعنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعنيدين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجأة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن يتعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق من عصر اليوم الثلاثاء ورح يستمر حتى صباح يوم الغد يعني الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعة بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج العدراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب العمود الفقري، والظاهر، والجانبان طبعا بالنسبة لهذا اليوم لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لهاي الأعضاء اللي ذكرناها أما باقي أعضاء الجسم فما فيه أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر اليوم في عنا خلوم مسار فبتكون تنتبه زي ما ذكرنا من الساعة 3.5 دقائق من عصر اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 5.18 دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعة هذا خلوم مسار ديروا بالكم أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام ساعة 12.40 دقيقة من مساء هذه الليلة بعد منتصف الليل مباشرة بيصير 27 يوم نسبة الإضاءة 4% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل بتشتد رغبتكم أيضا اليوم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر هذا اليوم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وممارسة الهوايات والتجميل باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائم إلى المغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو مراعاة صحة أحد أفراد العائلة أهم شيء أنه ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو عطل منزل مثلا أو ربما مسألة شخصية وبرضو في مصريف إضافية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشطوا بالتناقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة تنبيجي من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم مش أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي تفاعلوا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضي كمان وبتعيد لكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتاد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا ما ظل لا غاية صباح يوم الغد لتتحسن الأجواء ويوصل القمر لعندكم فعشان هيك برضو اليوم بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس وحذروا من البدء في أي شي جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ونظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة تقدر اليوم تطلب المساعدة وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن يكون في تحالف مع الزملاء أو مع الأصدقاء أو مع الجران أهمش أنه ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس اليوم العلاقات الاجتماعية هي اللي من خلالها أنت بتستفيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هاي فترة صعبة طالما القمر موجود في بيت السمعة فبدك تكون حذر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء شيء جميل أهم مش أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي فترة مثمرة على جميع الأصعاد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع للتقريب في وجهات النظر وباستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع ملو علاقة بإرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم المالية أو العاطفية أو ما بين الأحبة ولكن لا تنسى أن القمر موجود مقابلك تماما يعني طاقتك ضعيفة هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات وما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم يبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة